فيه اهتمام كبير بإنتاج وتصنيع مبيدات حيوية مصرية بديلة للمبيدات الكيموية المستوردة والمتعددة لاستخدامات في الزراعة والأراضي الزراعية ده طبعاً هيكون أكثر أماناً على الزراعات وكمان طبعاً هيوفر عملة صعبة ويكون الاعتماد على المنتج المحلي في مجال المبيدات دكتورة وفاء حجاج موجودة معانا على التليفون المرشف على مكتب اتصال براءات الاختراع بالمركز القومي البحوث حتى تكلمنا أكثر عن التفاصيل صباحاً خير عليك يا دكتورة أهلاً وسهلاً أهلاً صباح النور يا فندم أهلاً وسهلاً وصباح النور للسادة المشاهدين دكتورة لما نتكلم عن المبيدات الحيوية بديلة المبيدات الكيموية اللي اشتغلت عليها حضرتك حتى تقول لنا بقى الموضوع بمنتهى التلخيص إيه يمكن احنا بنشتغل على تطوير وإنتاج لمبيدات حيوية كبديل الكيموية يعني ببديل المستورة لمكافحة الأمراض اللي هي خاصة الوبائية يعني مش أي أمراض الأمراض الوبائية اللي هي بتسبب مشكلة للمحاصيل الاقتصادية المهمة وفي نفس الوقت مش بتكافح الأمراض فقط لا أيضاً اللي هي الإجهادات البيئية يعني ممكن النبات يتعرض لإجهاد مرضي وإجهاد بيئي والاتنين بيسببوا أمراض زي الملوحة زي الحرارة العالية الزراعة في المناطق اللي هي الاستصلاح الجديدة اللي بتبقى فيها الملوحة بتبقى مرتفعة في نفس الوقت بتبقى مخصبة وبتبقى بتزود نمو النبات وبتحسن نمو النبات يعني ممكن بتبقى متعددة الوظائف ما بين مكافحة الأمراض ما بين مكافحة الإجهاد البيئي وبيخلي النبات يقدر يقوم الإجهادات البيئية في نفس الوقت إنه هو بيحسر النمو وبيعتبر زي كأنه سماد حيوي وخاصة إن الكائنات ديت إحنا بنعزلها من البيئة نفسها فبتبقى متأقلمة مش مستوردة من الخارج فمثلا المناطق اللي هي اللي فيها الإجهاد اللي فيها الملوحة العالية لما بنعزل منها الكائن فبيتأقلم مع المنطقة فإحنا يمكن أنا سجلت 8 براءات اختراع وفيه براءتين كمان تم برضو تسجيلهم ديت كلها في اتجاهات مكافحة الأمراض ابتدت بالأمراض الربائية يعني عندنا المنجر فيها مشكلة التكتل وكان بيعتقدوا من سابقا إن هي مجرد مشكلة هرمونات فإحنا عزلنا الممرضات وتأكدنا منها والحمد لله إن إحنا إدنا نكافح المرض فيه عندنا برضو فيه بعض الأمراض زي اللي هي العفن الرمادي يمكن بنشوفه على الخيار بنشوفه على الفلفل بنشوفه على الفراولة فيه البياضي الدقيقي اللي إحنا بنشوفه في الزراعات المحمية بنلاقي لون أبيض بيغطي النباتات النباتات فبيقلل نسبة النمو بتاعتها فدي بيستخدموا لها كيمويات بشراسة عشان نوضح بس الصورة أكثر للناس هل الحاجات الحركة قلتها دلوقتي دي تم تطبيقها بشكل عملي يعني شفنا أسمدة حيوية بالفعل وتم تطبيقها على محاصيل زي المنجة وغيرها؟ حضرتك أنا طبقناها بالفعل وفيه مزارع موجودة ومتطبقة عليها بالفعل ومدي نتائج هيلة يعني مع المنجة دوت مش مجرد أنه برضو قاوم التكتل ده قام أيضا العفن الهبابي فيه بعض المبيدات اللي إحنا استخدمناها لمقاومة الهي الأمراض اللي بتسيب الأمح ودي طبقت على الأمح وعلى الشعيف مناطق فيها نسبة مروحة عالية فيه أخيرا أنه نحن فيه مبيد حاوي ده تم تطبيقه في المنطقة المغرى نسبة مروحة بتوصل لسبعة وتمان تلاف جزء في المليون والطبقت على النخيل والطبقت على الساتون وده موجودة على أرض الواقع وده منتج إدى مكافحة للأمراض اللي بتسيب الكزور وبتسيب الأوراق في نفس الوقت أنهي النبات قدر يتحمل نسبة الملوحة طبعا بالمقارنة بالكنترول أو باللي هو غير معامل يعني فرق وموجودة على أرض الواقع وده جزء من مشروع العيادة الزراعية ما بين المركز القومي البحوث وأكاديمية البحث العلمي ومطبع على أرض الواقع وتم تسجيلها كبراءة اختراع دكتورة وفاء استخدام البايوفيرتلايزر أو المبيدات الحيوية الطبيعية دي فكرة موجودة بقالها سنين وإحنا بنطبقها في مصر إيه اللي عملتين مختلف تخدي بيه براءة الاختراع؟ حضرتك إن هي بتبقى لها كذا وظيفة الوظيفة ما بين المكافحة المرض نفسه وفي نفس الوقت كمخصف والفرميولة اللي احنا بنعملها أو اللي هي بنعملها في صورة تركيبة معينة بتساعد على بقاءها وبتساعد على فعاليتها وبتديها بتخليها لها تأثير أعلى في اللي هي مكافحة المرض أو الإجهاد هل بتستخدموا حاجة معينة فطريات معينة إنزايمز معينة أي حاجة بحيث أنها تغير بقى الريت بتاع الرياكشن نفسها أو المعادلة نفسها بحيث أن يتم الامتصاص سريعا للبيوفيرترايزر دي؟ بالضبط كده احنا بنعمل تركيبة يعني مثلا في مادة طبيعية بنضيف عليها اللي هو الكائن الحيوي بحيث أن هو بيبقى موجود جوه فجوات معينة بيبقى محمي في نفس الوقت بينتج لنا مثلا الأخشية من الهيئة المركبات اللي هو بينتجها فبيحمي الجزر التعنبات وفي نفس الوقت بيساعد على عملية الامتصاص بيخرج سرور الريز أو بيبقى ببطء التدريجي وفي نفس الوقت قدرته على الامتصاص وقدرته على إن هو يقدر يبقى متواجد في منطقة التربة بيبقى أفضل بكتير يعني إحنا بنعتمد على التركيبة الطبيعية اللي بندفها مع الكائن اللي بتعمل عملية الحماية بيبقى ليها ولا بتعزيليها من الأرض يا دكتورة؟ أه دي بتبقى كلها معزولة من نفس الأماكن اللي احنا بنشتغل عليها لأنها بتبقى أكثر تأقلماً وبتدي نتائج عالية يعني اللي أنا بستخدمه في مناطق الملحية مقدار دوت لابد أن يكون متأقلم معه وفي نفس الوقت بنعمل تجاره بنتأكد أن هو يقدر يتحمل هذه الأجواء فكله بيبقى على حسب المنطقة فعملين كارشير كوليكشن أو تجميع للكائنات الحية اللي هي خاصة اللي بتساعد على زيادة النمو والنبات وعلى تحسينه مش مجلداً بيقوم الملد فقط لا ده بيدي مناعة للنبات بحيث يقوم أي استرسل ده جميل جداً دكتورة وفاء وده كمان حيخلينا نتكلم على نقطة مهمة جداً فكرة احنا دايماً بنعتمد على استراض المبيدات الكيموية من الخارج طبعاً ده بيؤدي طبعاً إلى استنزاف للعملة الصعبة بشكل كبير احنا هنا بنفتح الباب أمام تصنيع محلي لمبيدات حيوية عايزة أسأل حضرتك إزاي بقى نحول الأفكار اللي حضرتك قلتيها دلوقتي والعيادات الزراعية أنت بسميها اسم يعني العيادات الزراعية كأننا بعالج هذه المحاصيل والمشاكل والأفات اللي بتواجهها إزاي أحول ده فندم إلى خطة عمل ويبقى عندي فعلاً صناعة خاصة بالمبيدات الحيوية في مصر هو يمكن التركيبات المعمولة دي ميزتها أن هي برضو بتبقى رخيصة وبتبقى آمنة احنا عندنا في المركز القومي للبحوث تبنوا مشكلة بقى اللي هي تحويل المنتجات الموجودة أو البرقات يعني عندنا عدد كبير من البرقات اللي تم المركز حصل عليها فبنبتدي تلوقتي من خلال المركز أن احنا نحاول تحويل اللي هي كل المنتجات وخاصة المنتجات اللي تم تطبيقها وجابت نتائج تحولها إلى منتج على أرض الواقع هل في شركات مثلاً مع قطاع خاص مع شركات معينة مثلاً أو جهات تنشئ مصانع معينة تشتغل على المبيدات الحيوية؟ هو احنا فعلاً بالفعل احنا بنحاول يكون فيه كونتاكت مع الشركات وفيه نظام اللي هو الحاضنات اللي بيتم في الوقت الحالي والشركات اللي هي بتتبنىها للمركز القومي للبحوث بحيث ان هو بيتم التطبيق أو بيتم تحويل اللي هي البرقات للمنتجات ففيه بعض الشركات فعلاً شافت تأثير اللي هي المعملات أو المنتجات بتاعتنا ويعني جاري عملية اللي هي التكامل بيننا وبين الشركات من خلال المركز القومي للبحوث دكتورة التنسيق مع كليات العلوم وأقسام النبات المختلفة اللي موجودة في مختلف الجماعات المصرية ازاي بتعملوا عمل تشاركي بحيث انكم كل واحد يبقى شغال على برانش أو على حاجة مختلفة عن التاني بحيث ان احنا في الاخر تبقى الحصيلة بتاعتنا كلها اجمالاً بتصب فيه الصالح العام وفيه انتاج بايوفرتليزر جديد ايوه هو احنا في المركز في مكتب براءات الاختراع ومكتب تصال براءات الاختراع بنعمل تطويل للمكتب وللبراءات المنتجة بحيث ان احنا كانت المكتب انشأ 2003 وبعدين بقى لي مش في علمي يعني اتشرفت ان انا اكون موجودة من 2015 في الوقت الحالي وتحت رعاية ورئاسة الدكتور حسين درويش احنا تلوقتي بنعمل بقى التكامل يعني في الفترة الحالية ما بيننا وما بين الجامعات وما بين المركز البحثية ده من خلال مؤتمر بان شاء الله هيعقد في خلال اكتوبر بنعرض فيها كل الخبرات المكتب براءات وإلم المنتجات الموجودة وإيه التكامل اللي ممكن يكون ما بين الجهات ببعضها وبعض فده ده الاتجاه اللي احنا شغالين عليه ان احنا نتكامل مع الجامعات نتكامل مع المركز البحثية بحيث نشوف احنا ايه اللي عندنا وإيه اللي موجود وممكن نتكامل مع بعض اللي صالح الدول وانا اخدها في مجالات علمية يعني احنا هنبتدي بالمؤتمر اول مؤتمر مؤتمر الدولي المكتب تصل براءات اختراع في مجالات الزراعة والامن الغذائي وده اكبر برانش مطلوب للدولة في الوقت الحالي عملية الاستصلاح الأراضي والامن الغذائي فهنشتغل عليه بحيث ان ده يضم ما بين كل المعاهد المركز القومي للبحوث وفي نفس الوقت الجامعات والمراكز وبعثنا بالفعل وده ده احتراعية معالي وزير التعليمي على البحث العلمي والبيئة والاكاديمية فده هيكون تكامل ما بين الجهات وممكن ده اول مؤتمر يقض في مجال التكامل ما بين الجهات البحثية مهمة جدا البحث العلمي التراكمي اللي كل واحد فيه بياخد خطوة في نفس الاتجاه ولكن بعد لما بيشوف اللي قبل ووصل لإيه بحيث ان احنا نوصل لنتائج سريعة كل شكرا لكي الدكتورة وفاق حجاج المرشف على مكتب اتصال براءات الاختراع المركز القومي للبحوث شكرا جزيلا